موسيقى مساء الخير نشرة لأهم الأخبار نقدمها من كفانكا تيفيوه دي أبرز عنوينها وزارة التربية الوطنية تبسط مقترحاتها التفصيلية لحل مشاكل الأساتذة المتعاقدين دوليا الخطوط الإثيوبية تؤكد العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة وفي الرياضة زيدان يحسم موقفه من عرض ريال مدري أهلا بكم إلى التفاصيل أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعد أمزازي أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخادعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وأوضح بلاغ للوزارة أن أمزازي أكد خلال اجتماع عقده مع نقابات التعليمية الأكثر تمثلية داخل قطاع التربية الوطنية بتوجيهات من رئيس الحكومة والذي خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن مقترحات الحكومة تشمل محاور تعدين مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات وتنصيص في نظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق وأيضا المصادقة على التعديلات أقدم أطر وأباء وأمهات مركز التربية الفكرية للأشخاص التوحديين بطنجة على تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم استنكارا لغياب الموارد المالية للمركز وإمكانية إغلاقها هذا ونقل المعنيون بالأمر احتجاجاتهم من بوابة المركز إلى مقر ولاية جهة طنجة طوان الحسيمة من أجل إيصال صوتهم مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حل لهم التفاصيل مع إنشاء الصرخ والإسلامي أنا كأم من واحد طيب التوحدي في هذا المركز كان وجهني ذا من كل المسؤولين الوزارة الوصية المسؤولين يعملون حل هذا المشكل هذا لأن الأبناء دينا كيعانيوا كيعانيوا بزاف ما يمكنش نقلسوهم في الدار خصوهم الخدماء خصوهم بزاف دي المسائل خصوهم يشوفوا يشوفوا ناشي حل المواقع دي لكم كانوا حضرين معنا مقبل وعرفين إشكالية كملا وصباق درحنا كجمعية كمسيرين كآباء كمرافقين طرحنا عليكم الوضعي اللي يمر من المركز ونتمنى أن هذا النهار دي لكم المشاركة دي لكم اليوم أو المواكبة دي لكم في هذا النهار هذا تكون داعم لنا كاملين كأولياء الأمور كمسيرين كمرافقين مغاربيا فاد مسؤول بوزارة الصحة التونسية بوفاة رضيع آخر الأحد بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة يشتبه أنه توفي لنفس سبب وفاة 11 رضيعا يومي الخميس والجمع الماضيين ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مدير عام التفقدية الطبية بوزارة الصحة التونسية تأكيده احتمال تعرض ستة أو سبعة رضع آخرين يقيمون حاليا في قسم الإنعاش بالمستشفى لنفس التعفن الذي تعرض له الأحد عشر رضيعا تم وضعهم تحت المراقبة وأضف المصدر أن التحليل جارية حاليا للوقوف على الأسباب الحقيقية لحدوث التعفنات السرية التي تسببت في هبوط سريع في الدورة الدموية وأودت بحياة هؤلاء الرضع وتحديد مصدر الجرثومة ومعرفة ما إذا كانت من الهواء في القسم أو معدات العمل أو التحضيرات الغذائية للرضع أو تلوث أيدي العاملين في القسم دوليا تمكن المحققون من العثور على صندوقين الأسودين طائرة بوينغ التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي أدى تحطمها الأحادي لمقتل 157 شخصا كانوا على متنها بحسب ما أعلنت هذه الشركة الأثنين وأعلنت الخطوط الجوية المملكة من الدولة على حسابها الرسمي على تويتران الصندوق الأسود الذي يحتوي على البيانات التقنية للرحلة والآخر الذي يسجل المحادثات في قمرة القيادة قد عثر عليهما في رياضة توفي مشجعان رجويان أمسن الأحد بعد تعرضهما لحديثة سير مميتة خلال عودتهما من الرباط التي تنقل إليها لمساندة الفريق الأخضر في مواجهته مع حسنية أجادير برسم الجولة الخامسة من دور مجموعة كأس الكاف وأكدت بعض الصفحات الرجوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المشجعين كان يمتطيان دراجة نارية استضمت مع أحد السيارات ليتسبب ذلك في مقتلهم على الفور وقدمت إدارة الرجاء الرياضي تعزيها لأسرة الفقيدين وذلك في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك في خبر آخر كشف تقرير صحفي إسباني حقيقة موافقة الفرنسي زندين زيدان على العودة لتولي منصب المدير الفني لريال مدريد في ذل اقتراب سانتياغو سولاريا المدرب الحالي من الرحيل وذكرت صحيفة الباييس الإسبانيان فلورنتينو بيريس رئيس نادي ريال مدريد طالب من أحد موظفي النادي التواصل مع المدرب الفرنسي لأن رده كان سلبيا وعلى عكس ذلك كشفت صحيفة ماركة الإسبانية نبأ عاجلا يفيد بأن المرينجيس يعلن اليوم تعيين زيدان مدربا للفريق مشاهدين بهذا نكون وقد وصلنا إلى ختم النشرة للمزيد من الأخبار زون موقعنا الإلكتروني كذنكات بون تيفي شكرا لكم على حسن المتابعة وإلينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة